صباح الخير على أهلنا الصامدين في غزة وفي كل أرجاء فلسطين العالم مبارح زي ما حضراتكم تابعتم اجتمع تحت المظلة المصرية في قمة القاهرة للسلام اللي عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة من أجل وقف التصعيد والعدوان المستمر والحصار المفروض على قطاع غزة وتوفير ممر آمن ودائم لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بالإضافة لرفض أي مخططات أو دعوات للتهجيل القصري للفلسطينيين خارج الأرض وتصفية القضية الفلسطينية بتأكيد يا محمد يمكن هذه النقطة تحديداً دائماً ما كان يؤكد عليها سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولو تبعنا مبارح فعاليات هذه القمة فكان فيه اهتمام إقليمي ودولي كبير جداً بهذه القمة اللي شارك فيها رؤساء وقادة 31 دولة وأربع منظمات دولية ويعني زي ما تبعنا أيضاً سرعة الاستجابة وحضور هذا العدد الكبير من القادة والزعماء في القمة والمشاركة الفعالة لأمين عام الأمم المتحدة كل ده بيعكس دور مصر المحوري في حل القضية وبيثبت أيضاً حرص هذه الدول على إيجاد حل المشكلة من خلال مصر اللي بتعتبر أيضاً هي مفتاحة للقضية الفلسطينية مبارح مصر قدمت للعالم حقيقة ما يحدث في غزة وحقيقة تعرض المواطنين لأقصى الانتهاكات التي لا يتخيلها ولا يتقبلها بشر أيضاً مخلفة هذه الأفعال المخلفة لجميع المواثيق الدولية واللي وضعت العالم أمام أزمة حقيقية لأنها منتهى البساطة وضعت العالم أمام نفسه ولابد وجد العالم وقادة الدول اللي كانت موجودة في هذه القمة يعني خلاص وصلوا أنه لازم يكون في حل لهذه القضية الحل دايماً بيبدأ من مصر من البوابة المصرية بوابة الحلول للمنطقة ومفتاح حل القضية الفلسطينية تاريخياً ده كان موجود ومبارح شفنا حضور حقيقي لمعظم قادة الدول اللي تحدثوا في القمة وأكدوا بشكل مباشر أنه رفضهم الكامل لتجاوزات اللي حصلت في غزة الانتهاكات المستمرة في حق المواطنين والحفاظ على المدنيين الأبرياء تجدبهم أي أضرار أو أي ويلات تحدث من الحروب كان فيه كمان اتفاق على ضرورة ضمان التدفق للمساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها بشكل سريع ومستدام لأبناء قطاع غزة في نفس اللحظة أو إنعقاد القمة أو قبلها بدقائي يعني قليلة تابعنا جميعاً الخبر الأجمل اللي شفناً بارح فتح معبر رفح ومرور قوافل المساعدات الإنسانية اللحظة دي اللي احنا كنا منتظرينها من اليوم الأول لحرب العدوان الإسرائيلي أو حرب إسرائيل على قطاع غزة مشهد انتظرناه طويلاً شفنا دخول أكثر من 20 شاحنة أو تقريباً هم 20 شاحنة لقطاع غزة وده كان بفضل الجهود المتواصلة والمكثفة والمستمرة للدولة المصرية للتخفيف عن أهلين في غزة الحقيقة وإحنا بنتكلم عن هذا الخبر وفكرة دخول المساعدات إلى قطاع غزة 20 شاحنة بالفعل تم عبرها من خلال معبر رفح لأهلين في قطاع غزة إلا أنه يعني صحيح احنا كنا من نادي طول الوقت بدا بس مش ده الهدف الأوحد لحل هذه القضية يمكن ده مساعدة آنية يعني دي حاجة لازم تحصل حالاً عشان نقدر ان احنا نساعد أهلين في قطاع غزة طبعاً بما هم بيتعرضوا يعني لأصعب انتهاكات ممكن حد يشوفها يعني وإحنا بنتكلم على المشاهد اللي احنا بنتبعها طول الوقت مشاهد حتى لا توصف بالفعل قدرت توصلنا نحن حتى مش عارفين نعيش يومنا العادي وإحنا بس بنتابع هذه المشاهد لكن الحل اللي لازم يكون موجود عشان نقدر نوصل لسلام في الشرق الأوسط وده اللي كان دايماً بيؤكد عليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو فكرة يعني حل الدولتين ده الحل اللي لازم يكون موجود وده اللي لازم نصل لي لو بصينا على مكتسبات قمة القاهرة للسلام بكل تأكيد في مكتسبات من هذه القمة زي ما قلنا لحضراتكم هو وضع العالم أمام نفسه تبعنا مبارح كلمات رؤساء الدول والقادة أيضاً اللي حضروا هذه القمة شفنا الدور العربي وإنه دور العربي كان حريص على حل الدولتين وحريص على وقف إطلاق النار وحريص على إدخال المساعدات لكن في نفس الوقت تبعنا أيضاً كلمات لدول أخرى ولو هنتكلم تحديداً على قادة الغرب طبعاً يجب أن ندخل المساعدات ويجب وقف إطلاق النار واعتراض على الانتهكات الإنسانية أو انتهكات حقوق الإنسان ولكن أيضاً كانوا حريصين على إدانة ما حدث في إسرائيل يوم 7 أكتوبر على إدانة حماسة كل ده كان نفس طريقة كان نفس اللغة نفس حتى الألفاظ هي هي فبالتالي مصر لم تقر مخرجات لهذه القمة لأنه مصر رفضت أن القمة تخرج من عندها تكون مخرجاتها غير مجدية أو أنه يكون في مخرجات لهذه القمة ما تحلش أصلاً حاجة تبقى مصر يعني إحنا أو عملنا قمة ودعينا قادة العالم بس ما خرجناش بحاجة وده لمصر أقرته مصر كانت حريصة على إبداء رأيها وكانت حريصة على إقرار دورها وكانت حريصة أنها تنقل للمرة المليون تقريباً للعالم كله أمام العالم كله في نفس القاعة أنه هو ده الدور المصري وهو ده المصر شايفاء أنه يحل القضية الفلسطينية وأيضاً حماية الأرناء قومي يعني أعتقد ده حق مشروع صحيح ده كان واضح جداً يا جمانة وأكيد السادة المشاهدين تابعوا كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي افتتح قمة القهرة للسلام الكلمة الحقيقة كانت واضحة وصريحة وزي ما بقوله كده في الصميم يعني كل كلمة موزونة بميزان من دهب حقيقي خطاب سياسي مهم جداً في لحظة تاريخية دقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته قدم مجموعة من الرسائل للعالم كله مجموعة من الرسائل محتاجين نتوقف عندها بشكل كبير الحديث عن خارطة الطريق يعني احنا قدمنا أو في خطاب السيد الرئيس قدم خارطة الطريق للمجتمع الدولي بتبدأ بضمان التدفق الكامل والآمن والسريع محتاجين نقف عنده كل كلمة لأنه كل كلمة لها معنى تدفق كامل وآمن وسريع للمواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية بش بشكل لحظي بش يوم وخلاص لا ده لازم يكون بشكل مستدام إلى قطاع غزة دي المرحلة الأولى أو الخط الأول في خارطة الطريق من بعد ذلك البدء فوراً زي ما قال السيد الرئيس في مفاوضات التهدئة ووقف إطلاق النار ثم بعد ذلك المفاوضات الخاصة بإحياء عملية السلام والتأكيد على شرعية إقامة الدولة الفلسطينية الحلم اللي احنا بنناضل من أجله من سنوات طويلة جداً إقامة دولة فلسطينية موحدة مستقلة وعلى حدود الرابع من يونيو سبعة وستين وعاصمتها القدس الشرقية ده المطلب العربي اللي احنا كلنا متفقين عليه وفقاً لمقررات الشرعية الدولية السيد الرئيس قدم خارطة طريق واضحة المعالم للخروج من الأزمة الرسائل مهمة جداً اتكلم عنها السيد الرئيس وأهم رسالة كلنا توقفنا عندها بلسان مبين زي ما السيد الرئيس وأعاد هذه الجملة مرتين يعني قال يا جمانة أؤكد للعالم بلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة أبناء الشعب المصري فرداً فرداً أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث في كل الأحداث في كل الأحداث ولن يحدث على حساب مصر أبداً كررها السيد الرئيس مرتين في رسالة طبعاً للداخل وفي رسالة أيضاً للمجتمع الدولي لأنه وهو بيتكلم وهو بيقول الكلمات دي بيقول أذكر العالم أنه لا نية أبداً لتصفية القضية الفلسطينية محتاجين طبعاً نقف كتير عند رسائل السيد الرئيس في كلمتها مهمة ووضحة وجاية في توقيت دقيق جداً بكل تأكيد يا محمد كلمة قوية ومرة أخرى الموقف المصري موقف قوي موقف واضح لا يقبل المواربة ولا الجدال لو هنتكلم عن النجاحات والمكتسبات من هذه القمة فأعتقد أن دي من أهم النجاحات والمكتسبات وأعتقد أن القضية الفلسطينية هي مش قضية جديدة هي قضية موجودة منذ عام 1948 ولم تحل حتى الآن وأعتقد أن قمة أمس قمة قاهرة للسلام هتكون بداية حقيقية لتحريك هذه القضية مرة أخرى وإجبار العالم على إيجاد حل لها وده الهدف الأساسي اللي بتركز عليه جهود الدولة المصرية تصبح على حضراتكم مرة تانية صباح الخير عليكم صباح الخير يا مصر